- مشوووو— واوو، بساعد編 يستر عالتاتا عا بتحكي زدل عا بتمسح ي ه Luv قدني الصبح ولا هلأ نايم حدا بيفطر وبينام يا الله لأدان الصبح لك عمر? عمر? حبيبي عبtern بالنسان بقيان الصع عاللأدان عمر بسقوم بوكرب نفضحني ازما تسحرت مرة الالأدان? اي وووو بعرف للząحى تبعك تسحب يومين لك عمار تصطفل يلا نام بكرة لا تقلي ليش ما فيقتيني على السحور مثل كل مرة ماشي؟ أنا بفيقك أنا بفيقك على السحور لا لا تفيقني رايح أنا بتصباح على خير طب قوم نام بالغرفة اوه اخي الله النوم برمضان غير شكل غير شكل نقوم تسحرت أسحالي هضمت العام أنا بفطر وبنام بهضم لوقت السحور آه أخلقوا نساوي هالسحور وفيقه هالمرة وفيقه هالولاد ونتسحر يلا رما انقرنا وفرحنا م chloride يا بب بديش عيلي بعطتلك ح deals مم ما ليش أنا طاصس قدامي عطولي الناس بيتسائلوا السوريين شو بيتسحروا برمضان اليوم أنا لوحقلكم نحن السوريين شو بنحب بنتسحر برمضان وشو الأكلات المفضلة على كرشنا في رمضان يا غوالي مع انه هلا الكل نايم وانا مسلحب لحالي عالمطبخ وفايق قبل الكل وقبل الادان بوقت حساوي هالصحور وشكلس الامور اول شي لازم ضروري جدا كثيرا اللبنة يعني انا بدون لبنة عالصحور ايه ما بغضي لقمة لبنة شوفوا ما شاء الله دسمة وسميكة وغير شكل نحنا السوريين كل شغلنا وين بالنملية ايه يعني منسناولنا شوية حلاوة ما منقدر بلا حلاوة زبدة وحلاوة برمضان ايه شوية مسبحة ايه شوية مثلا نمتبل بينجان سندريلا لازم نقلي مرتديلة مع بيض ما منقدر ايه ما منقدر شو كمان زيت الزيتون اساسي زعتر هدول الزعترات الله وكي لكونها الله وكي لكم من فصل فلسطين من اشهر مكان بيعمل زعتر خليني اخد شوية نعنع يابس منشان شو شكس الامور وبدنا شوية مكدوس على شوية زيتون انتو بتعرفوا اساسا انو هنا ما عندهم بس مرتديلة لا وعندهم كمان حمص بالطحينة يا غوالي بسم الله وهي احلى حمص بالطحينة انا هادا جربته كيرا عجبني بيجي محدحد بالفليفلي الحارة يعني حد حدي على ابو موزة هاي شو تاخدها هيك وجاهزة لشو للاكل يا غوالي بتعمل هيك وبتمعطها معت وين بالصحن بتتسحر وبتشكلسلي امورك من اللحاب واحدة شو متبه البيتنجان شفو متبه البيتنجان بالبيتنجان المشوي بالطحينة عفت عف ريحة البيتنجان المشوي من لما فتحت العلبة قلق شو بنا نساوي هو كمان عنا نوع تاني هي مسبحة بالكمون هدولة شايفين هون هدولة الجماعة شكلهم شوام فعملين لك المسبحة يا غالي بالكمون يعني ما في داعي انت تضحط كمون ما تشتهد من عندك كموناتها منو فيها خالصة الامور يعني وبصراحة هي المسبحة اخي قصولة بكمون ايه ما عابل سير بدون كمون لانو تعمل نفخة بعدين رس بدي اهاليكو نعنع يابس على شو على اللبنة خليني حط شو انا بحب مع المتبال رشة سماء لك ايه شغال ورشة بابريكا وين على المسبحات وهلا شو بعمل بسلخون وحدة زيت زيتون شغل عماك ابراتب بسم الله كمان زيت الزيتون من عند مرتديلة هنا بصراحة هنن معد اسمون مرتديلة هنا صاروا هنا ما شاء الله كومت ما شاء الله منتجات وكلها شغل شو عماك ابراتب يعني من منتجاتهم تتسحر وبتشكلسلي امورك يا غالي تعرفوا شو يا والله حبكت علي الازم هيك شوية دبس رمان داير مندار شو المسبحة انا بحب الدبس رمان مع المسبحة ومو بس هيك وبحب كمان البصل المشوي هلأ خلينا شو لك رجعنا النينة الزيت خلينا نحط زيت وزعتر هاي زعترات شوفوا شوفوا الزعتر الخشين هذا الزعتر الخشين يا جماعة بيرعب بيرعب كتير كتير طيب امانة اي حدا جاي من فلسطين من الاردن ايه لا تجي ايضاك فاضي يبنى هذا الزعتر اذا بتجيب لي بنبسط منك كتير وخلينا كمان ونحط قدام الزعتر شو زيت زيتون وهي زيت الزيتون قدام الزعترات شو كمان نحط لهم يتسحروا لانه هلا شو على الصحور ليش ما حطيت اللي مدري شو ليش ما حطيت اللي مدري ميت خلينا نحط كم شو مكدوسة ايه ويا ويلي على المكدوس بستغرب انا كتير انه في ناس ما بيأكلوا مكدوس قال بيعطش انا بحسو يعني ما بيضبط الصحور بلا مكدوس بصراحة انتو كتبونا تاكلوا مكدوس يا غوالي على الصحور ولا لا ححط وحدة بس بس وحدة مش عم ما يحكوا علينا الاجانب ولازم كمان شو زيتون ايه هدول الشغلات الباردة وفيه الشغلات الصخنة لسه ما اجينا لها هلا شوي شوي بنجينا هادا زيتون بالروزماري وشرحاتها الليمون وزيت الزيتون الحرستاني صحور على كيف كيف كيفك يا غالي انتو كتبونا تتسحروا انتو ولا لا في ناس قال بطلوا يتسحروا ما بعرف كيف واحد بقدر يبطل يتسحر انا بصراحة بالنسبة لي ما بقدر بطل اتسحر ايه ما بتصبوط معي ومن انا وصغير ما بقدر على السحور زبدة وحلاوة لازم زبدة وحلاوة هلأ جينا لقطيب شي عندي على السحور يعني انا لازم انهي السحور بوحدة من هاي شو في دي الفستق الحلبي لمعبة لمعبة بالحلاوة منغنغ نغنغة كمان من عند هنا ها مناخد هيك قطعت حلاوة بهالفستق منفستقة فستقة ومنحطها جنب شو جنب الزبدة ومو بس هيك حزوروا شو في عندهم كمان يعني اذا عنكن ولد مفتة فيها غوالي حلاوة بالشيكاليطة انا بصراحة بحياتي مالي دايقة بس هالمرة انا ويدوقة وهاي حلاوة على شيكاليطة اهه انا الحلاوة بحس حالي من ريحتها يعني يا ريحتها حلوة وريحة حلاوة يا من ريحتها مزعبطة هاي مبينة من ريحتها غير شكل ومنجي لوين للأساس العمك مين المرتديلة يا غالي بتفتحها من فوق هيك بتطبها هيك بتجيب سكين بتغزها هيك من فوق وبتقلة واحد اثنين بتلوتة بتعمل هيك ما بتلاقي إلا عبتهر نزلت لحالة بنت حلال هاي المرتديلة يا غالي شايفين هاد الحمار اللي جواتها ليش لانه باللفلفلة لحدة يعني عشاق الفلفلة لحدة اينا انتم الريحة نفس ريحة المرتديلة لما كنا نشمها على الصحور ايه كنا هيك نفيها على الصحور ونشم ريحة السندريلة يا غالي او لما كنا نروح على المدرسة واللف معنا صندويشة مرتديلة طب انا ليش حطيتها هيك عجنب ليش ما حطيتها مثلا بالنص لانه لازم يكون في مرافق والمرافق هو اللي ما منقدر نستغني عنه بكل صفرة وبكل صحور جبنة القشقوان مين بيتذكر هاي الجبنة كان تجي هيك بعلبة كرتون يلي بتذكر شو اسمها يكتب لنا يا غالي مع كاسة هالشاي ومرتديلة والجبنة يعني كتير بيركبوا مع بعض بيستلبسوا بعض استلباس يعني انا كنت دائما اتفرج على الافلام والمسلسلات المصرية دائما بتلاقي على الصفرة بس الطاولة كلها هيك شرحات شرحات الشي قبنة وشي لانشون وشي مش عارفة ورومي وبسطرمة انتو كتبوا لنا كل حدا يبلدكن شو بتتسحروا مسلا بالجزائر شو الصحور الاساسي عنكن جزائر المغرب ليبيا مصريين انا عطول بيخطروا بالي انو المصريين يا ترى شو بيتسحروا عن جد خيان صف هون بنحط هيك هالجبنة ودائما السحور في شغلة كتير ضرورية يكون شكله حلو ومرتب الشكل الحلو اللي مرتب للسحور شو بيخلي خلي الواحد يفيق يقبل يعني يفيق يفرض خلقته بدي حط شوية خيار على شوية بندورة ضروري شوية خيار وشوية بندورة ليش يا غوالي مشان يكون في شي نوعا ما يعني خضار ما خضار ضروري يعني ما بيصير وهي فقسنا البيضات لانو السحور تبع السوريين بيدون بيض مقلي مع مرتديلة ايه والله ما بيصير خلينا نزل على معلقة هالسمنة شوية مرتديلة مقطعين مكعبات بسم الله وهي البيضات ساوي الشاي لانو ما بيزبط السحور بدون شاي ووح شايف لك هلا انتوا بتحبوا البيض مع المرتديلة على السحور ولا بيعطيش بتبوننا انا بحسوها بيعطيش شو في شغلات الواحد بتسحرها وهي بتعطي شوها ما لو عارفان من هالسفرة اللي حاطينك وشو في شغلات بتخليك هيك منعنش طول النهار وما تعطاش انا بحب المرتديلة لما تتحمص كتير بحبها بسم الله ووح شايف لك افقع دايما البيض لازم ينزل على مقلاقة صخنة ليش شان ينفوش نفش وما يفكر بموضوع الزنخة ابدا نهائيا هيستوو البيضات بيضاتنا صاروا جاهزين يا غوالي بسم الله اخي ما في اطيب من البيض على السحو تقلي بيعطيش ما بعطيش ما دخني وهي احلى كاسة شاي وكروك هاد يا غوالي هو سحورنا نحنا السوريين برمضان مع منتجات هنا ومع سندريلا هنا مع البيض المقلي هاد ما منقدر نستغني عنه اساسي وحاب بندوراية ما في اطيب ملي سحور برمضان شلو انتم ما بتتسحروا سبيني لاحق فعاص البيض مع المرتديلة وروح نوع شايف لك انت ليش هيك قاعد زعلان انا بيجي لعندك لا تخاف بيجي لعندك وبشكلس اموري معاك اهم شي بالبنتبل تدوء طعمة البيتنجان مشوي ورح لواحدة مسبحة مع كمون منجرب الزيتات مع الزعترات هدول الزيتات كمان من عند شركة هنا هه مع هالزعترات غير شكل لحقب واحدة شاي هلأ صار وقت شو بتحلى الواحد ياخد له قطعة زبدة هاي يدهنى ويلحقها بشو بقطعة حلاوة منغنغة نغنغة بالفستو حطة هون وهرسة نحن اساسي عنا زبدة وحلاوة لازم على السحور ضرورية بتعطي الشي ولا لا وخصوصي اذا الحلاوة من وين من عند هنا يا غوالي واكسترا فستو نوع اول فستو حلبي بسم الله حلاوة سورية مية بالمية وكتير طيبة هي دغلي هاي الحلاوة لما تأكدها دغلي بتتذكر حلاوة تبع سوريا بتتذكر للسحور ايام ما كنا مفيه هيك نتنكن كنا عيمين على الفرشة وحاطين هاللي الحقفات والدنيا شتيك ويفوت ابوك عليك يا غالي فيقاك على السحور تعود هيك انت وهيك يعني نص نايم وعم تاكل وعم تبلع اللقمة ونايم هي الحلاوة ابدا نذكرتني بهديك الايام تحط هيك واحدة اشقوان تسدخى واحدة سندريلا بس مو اي سندريلا باللفلافلة ايه باللفلافلة الحدة وروح مم خلالة زيت ونايم مم وليه بتذكرت نور هاي فيقا شاعدينيش داكل بس خليني قبل ما نعدينا دوق هاي الحلاوة لعشقاليطة عب حاكي ماني مجرب هيك شي حلاوة وعشقاليطة ايه والله سمعي يا هانا شو هاد طيبة اخر لقمة تاكلوا مكدوس على السحور ولا لا معقول احرم حالي طول شهر رمضان من المكدوس ما بقدير بيحكني جلدي الخبزة هون لروحنا عديلة يا نور حبيبتي يا قومي تسحري قومي قوموا على سحور كون ايجا ابو عمير يزور كون شو صار معيك لوق هلا بيقدن خلصيني شباك ايتي غير طالق الزينة هون شرفي لقلك شرفي عالجواني اخوتي شباك يا عب تتتاوى بي شو فيه على هالسحور الملوكي اللي عامل لك يا شو كنا بتقليلي دي معاني متسحرة وجعت وعطشرت وما بعرف شو تسحار ايه ساعة سبعة الصبح دي اتسحار شو ساعة سبعة الصبح دي اتسحار هلا وقت مزحاتك ومقالبك بلله 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 مزح يسطر عالتاتي عبتحكي جدل عبتمزحي ولي شو ها شو يعني ما مديت ايدي يعني ما مديت ايدي جهزت لصحور بس هيك شربت شوية شاي بيأسر اه شاي بس شاي وهذا رغيف من طارق نص لا هذا تاني رغيف مو اول رغيف اول رغيف هده لك اختفى انجل انت اللي ما فيقتيني كان مقدين شباك انت وهم اللي مستور مفياتك كان باين الصعة للأدام اي انا فقيت ضغري ايما انت حطيت لصحور خمس دقايق رجعت نمت انا ما نمت لا بعد ما قدان لك عمار خمس دقايق رجعت نمت رجعت نمت هلا استوعد دقيقة 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 شو شو طب كمل ولا ارجع شو يعني انت طارق الصفرة كلها هلا وجايت فيه لا لأمي 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 طب وهي شو هاي والله هيك بصراحة اكلت يعني صحور انا مالي عارفان بس اذا مالي عارفان ما بيأثر ما هيك هيقدين الظهر قاعد عبتاكم هيقدين الظهر هيب صون درجات المادنة معناها مدنة لاه طيب هلا شو يعني نكمل ولا صون طوعي ولا شا كملشو بي كمل لكن هتتغذى انا شايفة الله يسام حكاك عمل هالصفرة وهالصحور المرء سامحه مامي والاي لرعفاه عملت حزور فيه عملها الظهر اللي لعاة هل تلت السه الصفح إستغ ه relaxed مرتديلة والله هو اي مرتديل لها هنا كمان يا عيشاي. طيب. طب ازا كملت انا معك كمان شو بيصد? اه اه ده ايه. لاز 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 لاز. هلأ هدا كل اللي صار بالغلص. انا معاه شفت هلأ عشوف الموبايل مستغل بالساعة سبعة الا ربع شلون هي? حاس حالي حعمل شو هاد? شو هاد وبتقل لي ما يا دوب ديت ولا شو بتقل لي? لكن تبليش. لكن تبليش يعني. طارع نصحني البيض ما شاء الله. لأ ربعه. شو ربعه? حلاوي. حلاوة بالشوكوليتة والله غير شكري. والله يعني جد تستاهل تدفعي كفارة من شانا. هلأ بس سؤال بس سؤال. انا بعرف انه واحد مسلا ازا بيشرب مي بالغلط. ايه. وازا بيشرب شاي ازا بيشس بعطه بالغلط. خلاص عادي هي يعني انه بالغلط ما هيك? وانا نفس الشي. بالغلط? اتغديت بالغلط انت. طرقت نص الصفرة بالغلط بس. ايه? بالغلط. بالغلط. ما بيأسر بيأسر. ما بعرف. يلا هلأ لمها الصفرة وترك اني بدي روح نعم بعد شوي دي فيقلونا. بلو اكتبونا يا جماعة. نصدف رأي عن مدرسة كمان. خييني يا الله سبعة الصبح مش يعني يعود يشهيني على سحور من اول رمضان ما اشفتو لا لا. حبائي بالقلب ازا عجبكم السحور شكلسونا الامور يعني حطونا لايك وتعليق شغل عمك ابراتب وشاركونا الفيديو. في شغلي كمان كتير مهمة. انه صيروا تسحروا على وقت لسحور يعني قبل ادان الصباح هي. مو تتسحروا بعد وقت لسحور الله يرضى عليكم. اكتبونا شو حلتها هي القصة. وقديش هالأيام عم تكلف الكفارة تبعها. ولازم صوم يا ترى بعد رمضان يوم وادفع مصاري واشتري ربطات خبز ومدري شو ولا بس ازا اشتريت ربطات خبز خلص انتو اكتبونا. كان معكم شيف عمر من سحور ستة سبعة الصبح. سلام. تعالي اقلك تعالي.